بشاهدين السلام عليكم ورحمة الله يستمر تأثير المنخفض الجوي والكتلة الهوائية الباردة المصاحبة له حتى عصر يوم غد الجمعة التفاصيل بعد قليل كريم هايبر ماركت شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريتج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري بايولاب كابسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو أهلا بكم مرة أخرى الأحوال الجوية المتوقعة في البداية صور الغيوم لهذا المساء بنلاحظ أن كميات كبيرة من الغيوم تمتد من شمال سوريا عبر المملكة وأيضا في شرق البحر المتوسط معظم هذه الغيوم مصاحبة للكتلة الهوائية الباردة التي بدأ تأثيرها من مساء يوم أمس واستمر تأثيرها اليوم وكان واضح وهذه الغيوم معظمها من النوع الممطن أدت إلى تساقط زخات من المطر في معظم مناطق المملكة خاصة الشمالية والوسطى وأيضا بعض المناطق الجنوبية وتساقطت بعض الثلوج على مرتفعات عجلون هذه الغيوم تتحرك مع حركة المنقفض الجوي باتجاه الشرق لكن تبقى أجزاء منها موجودة ويستمر الجو بارد وغائم وماطر هذه الليلة وحتى عصر تقريبا يوم الجمعة لكن بصورة أخف وشكل أخف أما درجات الحرارة المتوقعة فكون الكتل الهوائي باردي تؤثر على المملكة انخفاض واضح على درجات الحرارة حيث درجات الحرارة العظمى التي سجلت نهاره هذا اليوم الخميس كانت متدنية وأيضا الصغرى الليل القادم ستكون متدنية يوم الجمعة بثرة ارتفاع قليل على درجات الحرارة لكن ليلة الجمعة على السبت تتناقص كميات الغيوم وتصبح تقريبا السماء شبث صافية وبالتالي يطرق انخفاض واضح وكبير على درجات الحرارة لدرجة أنها تصل إلى السفر المعوي في مناطق مرتفعات الشراح وخاصة الشوبك وأيضا مناطق المرتفعات الجبلية العالية مثل جبال عجلون وأيضا قسم من البادية والسهول الشرقية وبما أن درجة الحرارة تصل إلى السفر المعوي إذن تصل إلى درجة الإنجماد لذلك نحذر ليلة الجمعة على السبت من حدوث السقيع وتكون الإنجماد وبالتالي من خطر الإنزلاق في كثير من الأماكن لاحظ أن معظم درجات الحرارة ليلة الجمعة وحتى صباح السبت الباكر تكون قريبة من السفر المعوي في كثير من المناطق إذن هناك إنجماد وسقية ولكن إن شاء الله يوم السبت تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي وتبدأ الأجواء أيضا بالاستقرار التدريجي الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة أجواء باردة غائمة ماطرة بإذن الله على فترات بين الحين والآخر ودرجات الحرارة أيضا متدنية الصغرى في عمان بحدود 2 درجة مئوية لكن الملموسة هي واحد تحت الصفر وأيضا في فرصة أو يتخلل هذه الأمطار أمطار ممزوجة بالثلوج أحيانا وأحيانا بعض الزخات الثلجية الخفيفة خاصة على مرتفعات عجلون ومرتفعات الشوبك أو مرتفعات الشراح الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة يوم غد الجمعة يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة يعني اليوم مصلت العظمى في عمان بحدود 6-7 درجات مئوية أقل من المعدل بحوالي على الأقل 7 درجات مئوية لكن يوم الجمعة يطرأ ارتفاع قليل لكنها تبقى أقل من المعدل على الأقل ما بين 3 إلى 5 درجات مئوية الأجواء يوم الجمعة ما بين غائمة جزئيا إلى مشمسة أيضا تبقى الفرصة مهيئة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار بين الحين والآخر العظمى يوم الجمعة 10 درجات لكن الصغرى 3 لكن الصغرى السطحية القريبة من سطح الأرض تصل إلى درجة الصفر المئوي وبالتالي زي ما حكينا أن ليلة الجمعة على السبت نحذر من تشكل الصقية وحدوث الإنجمال يوم السبت استقرار تعم على الأحوال الجوية وارتفاع تدريجي على درجات الحرارة سبت بتوصل العظمى بتكون الأجواء مشمسة في النهار وأيضا بتكون درجات الحرارة حول معدلها أن معدل درجة الحرارة العظمى في مثل هذا الوقت من السنة هو 13 درجة مئوية وأيضا الصغرى بحدود 5 درجات أيضا معدل درجة الحرارة الصغرى في عمان في مثل هذا الوقت من السنة هو 5 درجات إذن يوم السبت أجواء مستقرة مشمسة بالنهار باردة بالليل درجات الحرارة حول معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة الأحد ارتفاع آخر على درجات الحرارة أجواء مشمسة في النهار ولكنها باردة بالليل أيضا العظمى أعلى من المعدل بحوالي 2 إلى 3 درجات مئوية يوم الأحد العظمى يوم الأحد 16 درجة لكن الصغرى بحدود 5 درجات مئوية أما درجات الحرارة المتوقعة في المناطق المختلفة من المملكة والأحوال الجوية في إربد والمفرق وجرش أجواء غائمة جزئيا بوجه عام وأيضا في احتمال لسقوط بعض الأمطار هذه الليلة وصباح الغد في إربد 12 العظمى والصغرى 7 درجات في عجلون 11 والصغرى 6 في جرش العظمى 13 والصغرى 6 وفي المفرق العظمى 13 والصغرى 3 درجات مئوية أما المناطق الوسطى منطقة البلقاء وعمان تقريبا في البلقاء ومعدبة العظمى بحدود 11 درجة مئوية ومعدبة 11 والصغرى 5 عم البلقاء الصغرى 4 عمان العظمى بحدود 10 درجات مئوية والصغرى 3 البحر الميت 19 إلى 12 والزرقاء 13 إلى 4 درجات أيضا تبقى الفرصة مهيئة لسقوط أمطار متفرقة يوم الجمعة لكن بشكل أخف شدي وأيضا تقل سرعة الرياح بشكل واضح لكن بشكل عام الأجواء غائمة جزئيا مع بقاء الفرصة مهيئة لسقوط بعض الأمطار أحيانا أو على فترات أيضا المناطق الجنوبية أجواء غائمة جزئيا في فرصة هذه الليلة وصباح الغد لسقوط بعض الثلوج على منطقة الشوبك أو مرتفعات الشراع وأيضا تبقى الفرصة مهيئة لسقوط أمطار متفرقة أحيانا الكرك العظمى عشر والصغرى ستة الطفيل العظمى تسعة والصغرى ستة الشوبك العظمى سبعة والصغرى ثلاثة إمعان العظمى إحداش والصغرى واحد بينما العقبة العظمى عشرين والصغرى إحداشر درجة مئوية المناطق الشرقية أجواء أيضا ما بين مشمسة إلى غائمة جزئيا بالنهار العظمى في الصفاوي 14 والصغرى 2 والأجواء باردة بالليل والأزرق 15-3 والرويشد العظمى 12 درجة مئوية والصغرى 2 درجة مئوية أعزائي المشاهدين نحذر أيضا هذه الليلة من تشكل الضباب وتدني مدى الرؤية الأفقية ديلة الخميس على الجمعة وأيضا ديلة الجمعة على السبت من حدوث الإنجماد وتشكل السقية لذلك نرجو للجميع السلامة ونرجو من الجميع أخذ الحيطة والحضر ولكم من طقس العرب أجمل تحية وإلى اللقاء المناصير للزيوت والمحروقات شركة بستامي وصاحب وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن ليدرز سنتر كريم هايبر ماركت شاي الغزلين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل شركة جميل بستامي وأولاده وكلاء إطارات بريتج ستون وفاير ستون في المملكة حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري بايولاب كابسولات قهوة الإسبريسو الفاخرة بالميو اشتركوا في القناة